معاكو قناة ابتقارات نيران اهلا بكل حبايب قلبي لشرفه النهاردة هنقدم فكرة سريعة بس بنعرض شوية كده من افكار القناة عشان نحاول نكتذب شوية من الجمهور يعرفوا ويكتشفوا ان قناتنا مفيدة اتفضلوا على قناتنا واتفرجوا على الافكار دي وافكار تانية كتير جدا جدا ويلا بنا نبتدي فكريتنا النهاردة ومتنسوش اللايك والاشتراك حبايب قلبي رب كلكو تبقوا بخير النهاردة هنعمل فكرة جميلة ولذيذة وعملية وسهلة جدا 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 حي المنزلية يعني زي ما تقولوا سريعة كده جبنا جيركل زي ما احنا شايفين لازم يكون الجيركل معايا مربع في الفكرة دي جبت بعلم هنا عايزة ابتدي افرغ الجزء اللي فوق فجبت قلم رصاص او قلم فلو ماستر بسعيدنا قوي ان انتوا تعلموا على البلاستيكات والجراكل والخامات دي اعلمتي زي ما احنا شايفين عايزين الخط بتاعكو يطلع مزبوط في القص بحط المصدرة على الخط بتاعي وابتدي افضل راحة جاية اعلم كده واحفر وبعد كده القص معايا هيبقى سهل جدا والقطر بتاعي هيجري كده زي ما يقولو في البلاستيك آآ قصت خلاص من فوق وكمان من الجناب هبتدي قصه زي ما انتوا شايفين سهلة جدا هي حية الافكار آآ حية الوافكار للمنزل سريعة كده وعملية وهتوفر علينا فلوس كتير بالزاد ان البيت بيبقى عايزه آآ مستلزمات كتيرة قوي من المنظمات ومن أدوات التنظيف فدي حاجة بسيطة كده تساعدنا واتوفر علينا شوي قصت زي ما احنا شايفين وهبتدي افصلها خالص من الجزء ده عشان تطلع معينا بالشكل ده هبتدي اجيب القطر بتاعي او المقاص يكون حامي اللي اسهل عليكم عشان نبتدي نزبط الشكل بتاعنا عايزة الحتة دي مظبوطة وستريت كده اللاين بتاعها يبقى مظبوط المصطرة نزبط بالقلم بتاعنا وبعد كده بالمقص نبتدي نقص عشان تبقى معانا اللاين معانا مظبوط بالشكل ده اشيل بقى اي زيادة عشان كده الحواف بتاعتنا والشغل بتاعنا يبقى مظبوط ما بقاش فيه تعريك وهو ده تمام الشكل اللي انا عايزاه من الجيرك البتاي عشان كده انا اخترت اخترت واحد مربع هنعمل فكرة عملية قوي قوي تكتشفوها دلوقتي عندي بقى عصاية المقشة عصاية المقشة دي كانت مقصورة من عند المكان اللي هو اللي فيه بارمدال اللي بيدخل ويتعشق جوه المقشة او المساحة فقلت استغلها في الفكرة دي وهتعجبكو باذن الله وقلولي رأيكو في التعليقات قلت عشان شكل كده الخشب يبقى شكله جميل حطيت ستيكر كده لونه زيه وحلو ولزقته بالشكل العادي وبالطريقة العادية اللي احنا بنلزق بيها الستيكر وهبتدي اجيب ضهر كده الجيرك البتاع اللي انا قصيته وابتدي اعلم اخرام كتير جنب بعض من الصفين يعني من حوالين العصاية بتاعتي واسنطرها كده في النص وابتدي اماكن لنا زبطتها بالقلم بتاعي النقط هبتدي اخرامها بحاجة سخنة او بالكاوية بتاعتي بالشكل ده هزود كمان نقطتين من فوق ونقطتين من تحت عشان تبقى مسكة العصاية معايا تمام متهيق لي عرفتوا هي ايه يلا بينا نكمل وهتكتشفوا للي معرفش في الآخر بس هي باينة قوي جبت بقى العصاية بتاعتي وحطتها عند النقط ويعلمت كمان يعني كل نقطتين حطت شرطة عندهم عشان عايزة اعمل شروط كده في الخشب عشان هوريكوا ليه دلوقتي ياريت يكون عندكم سلاح زي ده في البيت بيوفر عليكم كتير قوي بالذات في الاعمال يا دوي هوريك دلوقتي انا عملت الشرط ليه اللي انتوا شايفينها في الخشب جبت سلك اللي هو الرباط او سلك ربط جبت الرفايع الخفيف المرن الكيلو حوالي من 20 ل 25 من عند الموين احنا عنا بيه حاجات كتير قوي بينفع قوي في الاشغال دي هبتدي كده زي ما انتوا شفتوا اعديها من الخلف واربطها وعايزة الربط اللي انا بعملها والشدة دي تبقى عند الشرطة اللي انا حفرتها في الخشب عشان ولا تطلع ولا تنسل وتبقى سابتة معاي هروح واجي عليها مرتين بالشكل دي وبعد كده هقرر نفس الموضوع في كل خرمين وصف من اللي انا نشرته في الخشب بالشكل دي عشان تبقى قوية معانا وما تتحركش بسهولة وهكذا نقدر في كل صف وكل دور ونقرط عليها جامد جدا جدا علشان خاطر ما تتحركش زي ما احنا قلنا ويا ريت نما تجيبوا سلك الروباط بالزيت في الحاجات دي جيبوا ارفع حاجة عشان تبقى مارينا وسلسة معاكم في الشغل كده خلصت خلاص عند كل شرطة شرطة انا شرقتها بالمنشار سبت عندها وشدها جامد جدا ومش مرتخية عشان ما تتحركش وتبقى قوية زي ما انتم شايفين نجي في الاخر خالص نعمل عقدة جامدة ونشيب بقى الصافة الكهرباء اي زيادة من السلك عشان الشكل بقى اللي من الظريف بتاع السلك ده هحط هنا استيكر ودريب وهقول لكم اخلي الاستيكر قوي ازاي اني مايتشارش بسهولة اني تسلطوا عليه اللي هي السخونية بتاعت الاستشواء رايح جاي كده هتلاقوا البلاستيك كله صيحة على السلك وبقى قوي وبقى ديكو كده تفضلوا تعشقوها زي ما انتم شايفين كده ما بين الاسلك كده تبقى حلوة وكده كده الحاجات دي مش بتتعرض بالماية كتير وكده خلصت معانا بصوا لذيذة ومتينة وجميلة وكمان شكلها شيك اوي كيوت جروف كده سهل وعملي وجميل ولذيذ يعني انا عجبني وقلوه لرأيكم فكرة النهاردة كده سريعة وجميلة للناس اللي بتطلب افكار سريعة ممكن تستبدلوا السلك ده عارفين اللي هو التيراب او الافيز البلاستيك اللي استخدمناه قبل كده في شغل كتير حلوة اوي برضه واسهل من ده اللي عنده ده يمشي واللي عنده ده يمشي يا رب تكوني الفكرة عجبتكم يلا نخش على الفكرة التانية وبتنسوناهش في الشير واللايك والمشاهدة الكاملة عشان فيديو بتاعنا كده يترفع وناس كتير اوي تقدر تشوفه وتستفاد من الافكار ده بواقج جيركل هبتدي اسويه حلوة جدا جدا وخطرت على بالي كده فكرة سريعة قوي وبرضه حاجة هتنفعنا في بيتنا حاجة مهمة جدا برضه بنستعملها هنعمل جروف يدوي لان حسيت شكله قوي يساعد على الموضوع ده بالذات اليد بتاعته والانسابية بتاعته اللي هي وهي كده يعني وهي محطوطة على السطح تسويه بس كويس جدا من اي زيادة في البلاستيك وخلاصي بقى جاهز جروف سهل عملي سريع فكرة سريعة جدا جدا وعملية بس مفيدة واتوفر علينا كتير اتمنى يكون الافكار بنهارده بقى عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك الاول مرة بيشاهدنا سلامة وحشوني واستنوني مع افكار تانية كتير